بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين السلام عليكم اعزائي الطلبة طلبة سنة اولى ثانوي طبعا بعد ما شفنا الكشف عن بعض بعض الانواع الكيميائية في الحصان الماضية اليوم شاء الله رايح نشوفو النظرية الذرية للمادة نظرية الذرية للمادة اذا اول شيء في النظرية الذرية للمادة اول عنوان هو تطور النماذج الذرية اذا تطور نماذج الذرية معنا راح نتكلمو عن العلماء يكتشفو الذرة وطوروها اذا اول هالم او اول نموذج هو النموذج الذري لطومسون طبعا كنا شفنا مقبل اه هناك نموذج لدالتون هو اللي تعرف على محتويات المادة ثم طبعا النموذج الذري لطومسون لقد اكتشف طومسون في سنة 1897 اول مكون اول مكون للمادة وهو عبارة عن الكترون واكتشف انه هذا الكترون ساليب يعني شحنته ساليبة وكذلك له كتلة يعني اكتشف العالم طومسون انه اكتشف اول مكون للمادة وهو عبارة عن الكترون اكتشف انه الالكترون له شحنة وله كتلة شحنته ساليبة كما تصور ان الذرة عبارة عن كرة مملوئة بمادة كهربائية موجبة الشحنة محشوة بالكترونات ساليبة اذا اعيد قلنا العالم طومسون هو الذي اكتشف اول مكون للمادة الذي هو عبارة عن الكترون اكتشف باللي عنده شحنة وعنده كتلة شحنته ساليبة وتصور ان الذرة عبارة عن كرة يعني كأن الذرة هي كرة مملوئة بمادة كهربائية موجبة موجبة الشحنة محشوة بالكترونات الساليبة اذا هذا ما قاله العالم طومسون ثم جاء نموذج الذري لرودر فورد طبعا رودر فورد هو تلميذ للعالم طومسون يعني رودر فورد تلميذ للعالم طومسون لقد برهن في نظريته الشهيرة ان الذرة طبعا مكونة من نقطة مادية مركزية موجبة الشحنة تسمى بالنواة هذا يعني ان رودر فورد لقد اكتشف النواة وانها موجبة الشحنة ثم تليها سحابة من الالكترونات السالبة يعني اكتشف انه هناك نقطة مادية في مركز الدرة وطبعا هذه النقطة عبارة عن النواة وشحنتها موجبة وهناك الالكترونات سالبة تحوم او تدور حول النواة وبين الالكترونات والنواة يوجد فراع كبير لذلك نقول ان للذرة بنية فراغية اذا هذا ما اكتشفه رودر فورد الذي هو تلميذ لطومسون اما النموذج الثالث فهو نموذج ذري لبار اذا العالم بار شبه الذرة بالنظام الشمسي حيث النواة تقوم مقام الشمس والالكترونات تدور حولها في مدارات محددة مثلما تدور الكواكب حول الشمس اي ان شبه وكأن النواة هي الشمس والالكترونات هي الكواكب حيث الكواكب تدور حول الشمس والالكترونات تدور حول النواة إذن العالم قنة العالم بور شبه الذرة بالنظام الشمسي حيث الإلكترونات شبههم بالكواكب والونوات شبهها بالشمس إذن هذوهما النماذج الثلاثة ومن هذه النماذج طبعا نستخلص ما يلي نستخلص أن الذرة تتكون من عنصران أساسيان لهما طبعا هما الإلكترونات والنوات إذن نستخلص من هذه النماذج أن الذرة تتكون من عنصران أساسيان لهما قلنا الإلكترونات والنوات إذن ثانيا العنوان الثاني هو بنية الذرة إذن بنيت الذرة طبعا بنيت الذرة معنتها راح نشوفوا ما هي العناصر الأساسية لها قلنا هناك عنصران أساسيان هناك إلكترونات وهناك الذرات إذن الإلكترونات إذن الإلكترونات قلنا أن الذرة تتكون من عنصران أساسيان هما الإلكترونات والنوات طبعا الإلكترونات قلنا هي سالبة الشحنة إذن قلنا الإلكترونات سالبة الشحنة يعني شحنتها سالبة إذن سالبة الشحنة طبعا عندها شحنة عنصرية الشحنة العنصرية نرمز لها بالرمز أموى إذن حيث أموى للإلكترون شحنة الإلكترون إذن شحنة الإلكترون تساوي ناقص واحد فصل ستة في عشرة أسناقص تسعتاش كولام إذن وحدة الشحنة هي الكولام إذن شحنة الإلكترون الواحد هي ناقص واحد فصل ستة في عشرة أسناقص تسعتاش إذن هذه هي شحنة الإلكترون الواحد ثم طبعا بالنسبة الأو هي قلنا الشحنة العنصرية قلنا نسميها بالشحنة العنصرية الشحنة العنصرية السليمة الآن بالنسبة للنواة قلنا النواة تتكون من دقائق صغيرة جدا وهي نوكليونات تسمى بنوكليونات ما معنى نوكليونات؟ معندها بروتونات زائد نوترونات يعني عندها زج دقائق وهي بروتونات ونيترونات إذن بروتون نرمز له بالرمز P ونيترون نرمز له بالرمز N إذن عندنا بروتون ونيترون إذن الآن بالنسبة لشحنة البروتون طبعا شحنة البروتون هي موجابة كم تساوي شحنة البروتون؟ هي نفسها شحنة الإلكترون ولكنها موجابة إذن شحنة البروتون إذن شحنة البروتون يمكن أن نكتبوها E+, شحنة البروتون تساوي ماذا؟ زائد 1.6 في 10 أصناق 19 كولوم إذن هذه هي شحنة البروتون إذن تلاحظوا أن شحنة البروتون هي نفسها شحنة الإلكترون أما شحنة النيترون فهي متعادلة كهربائيا وش معنتها متعادلة كهربائيا؟ معناه معدومة إذن شحنة النيترون كنا متعادلة معنتها معندها الشحنة متعادلة إذن النيترونات متعادلة كهربائيا معنتها شحنتها هي صفر معدومة معندها الشحنة ولكن لها كتلة إذن الآن رح نشوفه كتلة كل من إلكترون والبروتون والنيوترون طبعا كتلة الإلكترون هي م كتلة الإلكترون هي م تساوي 9.10 في 10 أس ناقص 31 كيلوغرام نلاحظوا هذه الكتلة كم هي صغيرة إذن كتلة الإلكترون هي 9.10 في 10 أس ناقص 31 كيلوغرام وكتلة كتلة البروتون إذن كتلة البروتون هي إذن M هي طبعا هي 1.67 يمكن أن نوضيف بعد الأرقام 2.6 في 10 أس ناقص 27 كيلوغرام إذن كتلة البروتون أكبر من كتلة الإلكترون لاحظوا هنا نقص 31 هنا ناقص 27 وكتلة نيوترون كتلة نيوترون كذلك هي إذن أم أن تساوي 1.67 كذلك نوضيف بعد الأرقام 4 9 في 10 أس ناقص 27 كيلوغرام إذن ماذا تلاحظون بالنسبة لكتلة النيوترون فهي تساوي بالتقريب كتلة البروتون إذن في غلب يعني معظم التمارين نكتب دائما كتلة يعني تعطى لكم كتلة البروتون تساوي كتلة النيوترون تساوي 1.67 بعدها نستغنى على هذه الأرقام اللي تجي مور 67 أنا عندي 49 وأنا عندي 26 تلاحظوا باللي كتلة النيوترون هي أثقل أثقيلة شوية على كتلة البروتون ولكن في أغلب التمارين نكتب دائما أم أن كتلة النيوترون تساوي بالتقريب كتلة البروتون وتساوي 1.67 في عشرة و 2.27 كيلو جرام إذن هذه كتلة النيوترون تساوي كتلة البروتون يعني معظم التمارينات دائما تتساوي كتلة النيوترون و كتلة البروتون أما كتلة الالكترون فهي أصغر منهما إذن الآن طبعا بعد ما شفنا بنية الدرة يعني الالكترونات والنواة الالكترونات طبعا كنا عندها شحنة سالبة اللي هي نقص 1.6 في عشرة أوس نقص 19 كتلة الالكترون طبعا هذه هي كتلة الالكترون إذن هذه كتلة الالكترون طبعا شفنا كتلة الالكترون 9.10 في عشرة أوس نقص 31 كيلو جرام وشحنة البروتون تساوي شحنة الالكترون كتلة البروتون مع كتلة النيوترون متساويين ونيوترون ما عندها الشحنة الآن طبعا هناك بعض الملاحظات اللي لازم تعرفها وهي مهمة جدا طبعا نكتبو هنا ملاحظات إذن نقول أن الزرة أو الملاحظة نقول أن الزرة طبعا متعادلة كهربائيا ماذا نقصد متعادلة كهربائيا هذا يعني أن مجموعة الشحنات المجابة يساوي مجموعة الشحنات السليبة بما أن شحنة الالكترون الواحد تساوي شحنة البروتون الواحد هذا يعني أن مجموعة الشحنة المجابة يساوي مجموعة الشحنات السليبة مما يؤدي إلى أن الزرة متعادلة كهربائي ما عندها الذرة ما عندهاش شحنة اذا نكتب هذه الملاحظة اذا نقول ان الذرة متعادلة كهربائيا اي ان مجموع الشحنات الموجبة تساوي مجموع الشحنات السالبة اذا هذه الملاحظة الاولى الملاحظة الثانية طبعا هي ان عدد الالكترونات تساوي عدد البروتونات بما انه كنا الذرة متعادلة كهربائيا هذا يعني لازم يكون عندنا عدد البروتونات يساوي عدد الالكترونات ما عندها كل شحنة موجبة تعادل شحنة سالبة اذا عدد البروتونات تساوي الى عدد الالكترونات دائما فهما متساويين الملاحظة الثالثة نقول ان معظم كتلة الذرة متمركزة في النواة تتمركز في النواة ما عندها هذا الكلام هذا معظم كتلة الذرة تتمركز في النواة هذا يعني انه طبعا نحن الذرة عندها وزن عندها كتلة الكتلة التاحة هي تقريبا تساوي كتلة النواة ماذا نعني بهذا؟ نعني بهذا انه انه كتلة الالكترونات مهملة امام كتلة النواة معناتها هنا نقدر نهمل كتلة الالكترونات امام كتلة النواة وكأن الالكترونات لا تزين يعني كأن كتلة الالكترونات وكأنها معدومة ليست معدومة ولكنها مهملة امام كتلة النواة يعني مقارنة لو جمعنا مجموعة يعني كتلة البروتونات نزيدوا لها مجموعة كتلة النوترونات لكن نجمعها نلقاها كبيرة بزاف بزاف على كتلة الالكترونات للذرة الواحدة اذا نقول ان معظم كتلة الذرة تتمركز في النواة هذا يعني ماذا؟ هذا يعني اننا يمكن اهمال كتلة الالكترونات اذا هذا يعني ان كتلة الالكترونات مهملة امام كتلة النواة اذا هذا وش نقصدو بهذه العبارة اذا هذه الملاحظات الان رح نشوفو حاجة وحتو خلالي مشتوهش في السنة الرابعة اذا حاجة جديدة رمز العنصر الكيميائي اذا رمز العنصر الكيميائي طبعا ما هو رمز العنصر الكيميائي اذا رمز العنصر الكيميائي كيف نرمزه لعنصر كيميائي نرمزه لعنصر كيميائي كيميائي بالرمز اكس ازاد اذا لاحظوا معايا اذا نرمز لعنصر كيميائي كيميائي نرمز له بالرمز بالرمز اكس ازاد اذا نكتبها كبيرة اكس اكس هنا ا وهنا زاد طبعا ماذا نعني با وماذا نعني بزاد الا هو العدد الكتالي الا هو العدد الكتالي زاد هو العدد الشوحاني او العدد الذري نقدروا نسميها الشوحاني او الذري اذا اي ذرة مثلا ذرة السوديوم ذرة الماغنيزيوم اي ذرة نرمز لها بالرمز اكس ازاد يعني احنا نرمزه للنوات رمز النوات هو اكس ازاد طبعا هنا ممكن مثلا قلكم ماذا هي عدد الالكترونات ما هو عدد الالكترونات وما هو عدد البروتونات وما هو عدد النيترونات اذا لازم تعرفوا ان عدد الالكترونات هو نفس العدد الذري عدد الالكترونات يمثل عدد الذري وبما ان قلنا عدد الالكترونات هو نفس عدد البروتونات قلنا ان عدد البروتونات يساوي عدد الالكترونات معناه عدد البروتونات كذلك يمثله زاد العدد الذري وعدد النيترونات ماذا يساوي عدد النيترونات عدد النيترونات هو A ناقص زاد معناتها باش نحسب بالN عدد النيترونات نروح نقص يعني ندير A ناقص زاد يساوي N لهو عدد النيترونات إذن نكتب كل هذا إذن قلنا أنه A يمثل العدد الكتلي زاد يمثل العدد الشحاني أو العدد الذري زاد كذلك تمثل عدد الالكترونات إذن قلنا زاد يمكن أن نكتب كذلك زاد يمثل كذلك عدد الالكترونات وكذلك زاد يمثل عدد البروتونات إذن قلنا عدد البروتونات هو نفسه عدد الالكترونات أما الآن هو عدد النيترونات طبعا عدد النيترونات لازم تعرفوا أننا كينجمع شوفوا منيح معي هذه معلومة جديدة عليكم إذن كينجمع الزاد والأن مع أنت كينجمع الزاد بما أنه زاد يمثل عدد الالكترونات أو عدد البروتونات كينجمع الزاد مع الآن رح يعطيني الأ اللي هو عدد النيكليونات إذن الزاد مع الآن يعطينا الأ إذن لدينا هنا أن زائد زاد تساوي أ إذن هذه مهمة جدا وبالتالي نقدر نحسبه الآن لهو عدد النيترونات إذن الآن تساوي أ ناقص زاد إذن عدد النيترونات دائما هو العدد الكتالي أ نقص له العدد الذري زاد إذن هذو هما المعلومات هذو ما ما تنسوهمش رح نديروا طبعا مثال أو تطبيق حول هذا يعني هذه المعلومات الجديدة إذن ديروا تطبيق لدينا هنا جدول إذن طلب منكم ملء هذا الجدول إذن هنا النوات إذن هنا عندنا النوات أو الذرة بدينا بالسوديوم شوفوا السوديوم كداش نرمزولو 11-23 11-23 توفي سنة ربعة كنتوا تعرفوا السوديوم هو فقط ولكن الآن ضفنا له العدد الذري والعدد الكتالي إذن هنا لازم نملء هذا الجدول طبعا هنا عندي طبعا الأشكون هو هذا هو 23 إذن الآ هو 23 الزاد هو هذا 11 إذن الزاد هو 11 عدد الإلكترونات هو نفسه الزاد معناتها هو 11 عدد البروتونات يساوي عدد الإلكترونات يساوي 11 كذلك عدد نيترونات ماذا يساوي؟ يساوي قلنا آ ناقص الزاد إذن هذا ناقص هذا 23 ناقص 11 إذن 23 ناقص إذن هنا أندي يساوي 23 ناقص 11 إذن نقصه تعطينا 12 إذن عدد النيترونات هو 12 ثم عندنا الماغنيزيوم طبعا الماغنيزيوم 12-24 إذن هاوليك الماغنيزيوم 12-24 العدد الكتالي هو 24 إذن 24 العدد الذري الزاد هو 12 عدد الإلكترونات 12 قلنا هو نفسه الزاد عدد البروتونات هو نفسه عدد الإلكترونات دائما هالزوج متساويين أما عدد النيترونات نطرحه 24 ناقص 12 إذن 24 ناقص 12 تساوي 12 كذلك إذن 24 ناقص 12 يساوي كذلك 12 الآن رح نشوفه الهيدروجين ذرة الهيدروجين أش واحد واحد إذن عندها ز يساوي واحد الأ يساوي واحد إذن هنا الأ واحد الزاد واحد الإلكترونات واحد بروتونات واحد والفرق بينتهم هو الصيفر طبعا واحد ناقص واحد تساوي صيفر إذن عدد النيترونات هو صيفر الكلور سبعتاش الكلور سبعتاش 35 الآ هو 35 قلنا دائما أن الآ ليكون من فوق الزاد هو العدد الذري هو 17 ثم عدد الإلكترونات هو نفسه الزاد معانتها 17 البروتونات هو نفسه الزاد معانتها 17 عدد النيترونات نديره 35 35 ناقص 17 تساوي كم 35 ناقص 17 تعطينا 18 إذن هذا هو طبعا بنسبتي للكلور الآن عندنا الأليمنيوم الأليمنيوم 13 27 إذن الآ هو 27 الزاد هو 13 عدد الإلكترونات كذلك هو الزاد معانتها 13 البروتونات يساوي عدد الإلكترونات معانتها 13 ونيترونات هو 27 ناقص 13 تساوي 14 الآن بالنسبة للكربون طبعا الكربون سي 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 سدوز العدد الكتالي هو 12 العدد الذري هو 6 عدد الإلكترونات 6 عدد البروتونات 6 و عدد نيوترونات 12 ناقص 6 ويساوي 6 الآن بالنسبة للأكسيجين أكسيجين أويت ساز معانتها الآ هو 16 الزاد هو 8 طبعا عدد الإلكترونات هو الزاد معانتها 8 البروتونات كذلك 8 يسواي عدد الإلكترونات و عدد الله يساوي الاليكترونات هو 16 ناقص 8 ويساوي 8 هذا لا يعني احيان احيان نلقاه عدد النيترونات يساوي عدد الاليكترونات لا هذا حسب الذرة ال الكبر muito ساز تخون دو. ساز تخون دو. اله هو تخون دو. ثلاثين. الزاد هو ستة عشر. الالكترونات ستة عشر. البروتونات ستة عشر. كذلك النيترونات هو ثلاثين وثلاثين ناقص ستاش ويساوي ستة عشر. اذا هنا ندرك لكم اه مثال او تطبيق بسيط. باش تعرفوا فقط وش ما عندها الا العدد الكتالي. وش ما عندها العدد الذري. وش تساوي عدد الالكترونات. عدد البروتونات وعادد النيترونات. اذا في الحسة المقبلة ان شاء الله رح نكملوا الدرس هذا. رح نشوفوا النظائر. وش ما عندها النظائر نعرفوهم. درو امثلة حول النظائر. ثم نكمل طبعا كل ما تبقى. اذا الى حسة اخرى ان شاء الله والسلام عليكم.